بعد ما شفنا ثائر في الفقرة اللي فاتت هنشوف الثائرات الليبيات خلونا نتكلم عن دور المرأة الليبية ما بعد ثورة ليبيا او التطلعات ان يبقى ليها دور اصلا لان واضح ان المرأة الليبية في عصر القذافي كان دورها صغير بس واضح ان كان دورها يكاد يكون معدوم الليبيات عايزين ايه بعد الثورة دورهم ايه أثناء ثورة الليبية بشكل عام ده اللي هنعرفه من دفتنا النهاردة استاذ علي ابراهيم لعبادي وهي صحفية ونشطة سياسية ليبيا نهارك سعيدة فن من ورانا استاذ علي كمان لها تايتلز كتير او يا خليني اقولها سريعا هي كمان مندوبة اتحاد ونظمات المجتمع المدني الليبي وعضو المنظمة العربية لحقوق الانسان ومسؤولة المركز الاعلامي لثورة 17 فبراير ما شاء الله عليك الله يسلم كل صنع حضرتك طيبة استاذ علي ممكن تدينا فكرة كده عن المرأة في ليبيا قبل الثور نبتدي كده يعني ايه نشوف اخبارها ايه في قبل الثورة وخصوصا انا شخصيا يعني ما كنتش بشوف يعني المرأة في قبل الثورة مع القزافي غير البودي جاردان بكل صراحة يعني شديدة يعني يعني بشوفش المرأة يعني تدينا فكرة قبل 25 يناير قبل 17 فبراير قبل 17 فبراير بالنسبة لدور المرأة من قبل في دور مرأة مش ما فيش بس محدد ومعروف ومرأة معليش يعني اللي انتي خدت كشهادة جميعية وتخرجت جواوة فبيبقى فيها نسبة معي لكن فيه كثير حتى معليش ما كملوش الشهادة جميعية لاني لما هتخرج المجال هذا تتعرض لمضايقات وبالنسبة لنا كشعب ليبي كات المرأة طبعا معروفة المجموعة اللي طلعوا في الليجان ثورية شوهوا سمعة المرأة اللي بيها على مستوى ليبي شوهوا؟ آه ليه؟ تمام المرأة لما تطلع وتخش الليجان ثورية معناها ثابت العادات تقاليد العرف الدين وهذا كله بالنسبة لأي مجتمع كما مجتمعنا الليبي معناها العيب العيب آه لانحلال رسمي فأنت لما تكون انتي بنت من قبيلة يعني أنا مثلا علي إبراهيم آه الكريمية الكريمية هذي المى العيطة العبيدية كمان في نفس الوقت فأنا لما همبحث مش همبحث لني عالية أنا عالية العيط عبد الكريم لأ ده أنا عالية العت عبد الكريم عيط عبد الكريم بيتمانور من من العبيدات العبيدات ففي قصة كبيرة يعني نعم بغض النظر عنك كمجتمع ليبي مجرد أنا ما هابة عالية العبيدية وطلعت في أي حاجة هتمس العبيدات كل يوم ف Hardb ف Chang if stick well فلما أنت هتطلع وتخش ليجان ثورية fig whatło هذه كلها والقيم والعيلة والقبيلة والبنت اللي مجرد ما تطلع معلش للحاجة هذه خلاص أنت ممكن تبلغ عن خوك عن بوك لو سمحتي كلمة أو واحدة مجرد أنك تشوفي بنتك كويسة عايزة توصلي للقذافي عشان تأخذي الرضاء أو للأدباع القذافي فكانت هذه فعلا يعني كبداية يعني هي خلاص واللي كانت بتشتغل عندنا نساء محترمات واجد يعني كان في صحفيات وكان في ناس وكان في مرأة كبتمسك جمعيات لكن ما كانش في المجال أنك لازم يكون هالك دعمينك عشان يحموكي عشان تقدر تعملي الحاجة كده ففي قباية الوجهة لا إحنا إيش جيبنا من عندها لا أخليها مكانها وأحسن أحبسها أو أخليها في إطار معين أحسن ما حطها وبتدع دفع عنها من هنا ومن هنا فهي دي كانت عامل أنت قلت أن اللي تطلع وتنضم للجان ثورية دي كانت عارة على القبيلة بتاعتك لا هي في الأول بالنسبة للوضع القذافي كان بيفرضها ما كنتش دار يتقولي لها لا ما تطلعيش القذافي كان بيفرضها بس هي في نفس الوقت خلاص كنظام منبوضة لا دا من اللجان الثورية حتى وانت يوحد اللجان الثورية دي أنا برضو مش فهم اللجان الثورية دي بمعنى إياني زي عندوك أمن الدولة هنا الأول بس هي في نفس الوقت اللي هي أيام القذافي يعني اللي هي مع القذافي القذافي كان دايما لجان إن إحنا ثوريين مستمرين فعندنا لجنة في كل مكان أنا فهمت حاجة تانية فهمت إنها اللي تقرر إنها تثور على نظام حكم القذافي لا 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 دا هم دول اللي مع القذافي وعايزين يستمراروا للحكم فيعملوا هي فلجان ثورية إن كل مكان في لجنة ولجنة هذه مجموعة من ناس تحكم ليبيا وهي دي اللي كانت في ساعتها بس تكيب العار لأسرتها حضرتك طيب إزاي كنتي بتشتغلي سياسة ما قبل الثورة يعني حضرتك ناشطة من ونتي من قبل لا أنا اشتغلت في حطرة معينة كمديرة مركز تدريب وتأهيل المرأة في منطقة مرزان في منطقة اللي فيها قبلتي اشتغلت فكنت أصغر مديرة على المستوى ليبيا بديت اشتغل أول ما بديت اشتغل طبعا اشتغلت بتكليف لأني شهادتي نامس كده كان عندي مشاريح كبعا حلمي ان انا هبتدي بمشروع فانعميمه على ليبيا فيستمر فالكلام من ذا كي مجرد ما بديت المشروع ما احكي الكيش الحارب اول حاجة مجرد ما نجح المشروع وتم عندي خلاص المشروع هيبدأ ويشتغل وهيتعمل احنا طبعا كمرأة كانوا مش عايدين المرأة تعرف يعني ايه تجيب تعمل المشروع ويتعمل لأ خليها في البيت خليها تمشي للسهاري يعني سهاري يعني ايه؟ يعني مجرد تمشي يعني احنا عندنا حيولية سهرية عشية في العصر تمشي تحكي عن دقارتك وجارتك تحكي لك اه رغي يعني اه ايو هم كانوا موجهين النساء معظم النساء للاتجاه ده ان مجرد انت لا ما تفكريش تفكري ليه روحي عن دقارتك دي روح عن دقارتك دي فانا تفكرت لا خليهم يخشوا في اتجاه ان احنا نشتغلوا نعملوا زي مشروعات صغيرة احنا نعملوا المركز تدريب وبعدين نعملوا منها مشروعات صغيرة اتحربت طبعا اه جاء ناس يعني مش عايزة اذكر اسمال لان احنا طوبدين ان احنا هنسامحوا عن المرحلة اللي فاتت فانا قررت انها سيب ليبيانا فطبعا اني جوزت وخرجت من ليبيا انت كمان عملت مشاكل كثير الجوزتي مصري ها؟ اه لا هو هولي حاجة هو من أصول ليبيا بس مقيم في مصر ففي نفس الوقت انا هو ده كان حال انه هو من أصول ليبيا هاليا يوقفوا عليه كحاسي يعني من أصول ليبيا لكن مقيم في مصر فكان حل وسط انه هو هردي اهل انه هو كان من أصول ليبيا في نفس الوقت حاسي يعني انه عده في نقيمه في مصر وعيشت في الاخر في مصر هنا اه وعيشت بعد المشكلة الكبيرة دي عدت في مصر بسرعة ذلك قديه في مصر يعني حوالي 15 أو 14 سنة بس مش مقيمة قامة نهائية في مصر طبعا ثلاثة ربع الوقت بين مصر ما بين هنا وهنا ما بين العيلة هناك بس اللقامة الأصلية تحتبر في مصر اللي النشاط بتاعي كان في مصر سيد عاليا كنت بتعملي ايه بالزبط أثناء الثورة أثناء الثورة انا بدي طبعا في 25 يناير كنت في مصر لما قامت الثورة في مصر فأنا توقعت ان احنا عندنا ناس بصراحة يعني قسوت فعلا وهيقوموا وهيقوموا بأي حل يعني بحرب مش بحرب هيقوموا فطبعا قلت الجزء دي صورة حضرتك الصورة دي بحيك في واحدة في الاتنين لا لا ده صور الناس نساء الليبيات اه ده ماشي اه لما النشاطات اللي نساء الليبيات كانوا عندنا نشاطات كتيرة ايان تمام فالست اللي اتحركت قلت ايه الليبي هتقوم بالصورة لما هتقوم بالصورة لا انا مش هنواجهت في مصر فطبعا زوجي اعترض ازاي في حرب وهدبوا احنا هنا وانتي هناك فقلت لك المتين طبعا ودايما مشهورة بيو قلت لها انا جيت لك من غير اطفال يعني جيت لك فاطفالك عندك وانا ماشي لليبيا فسيبت الاطفال وجوزي رحت الحاجة لان انا عندي هدف معين يعني حسن دي الفرصة بقى بتاعت عالية ال 15 سنة اللي راحوا من عمري الاحلام اللي ضاعت تكمل جامعتي ما كملتوش على فكرة انا مش جامعية يعني في حاجات كتيرة راحت من عالية بس ما حاولتش الحمد لله ان انا الثقافة والانجرية وحضر محاضرات هنا في مصر يعني الحمد لله فعوضتها بس كعالية كنت عايزة عاوض الفتر دي وكنت ايلا بداية عالية فعلا 17 فبراير ويعني فروحت طبعا كمرأة ما تطلعيش هتمشي تعمل ايه فطبعا احنا عندنا منطقة طبرة اللي هي انت تركب منها تيجي لمصر ابتديت تروحي امتى ايه عملت ايه با ركبت الطبرة على الاساس ان انا خلاص انت هتعمل ايه روحي الجوزك كاخوة وكاموها دفعني فترة بعد ايه اللي هي 22 فبراير 23 فبراير بالتحديد فروحت عندي اخت الكبيرة في طبرة تسمح فيها دلوقتي وجردت اسمها سلمة فبتقول لي عالية انت هتروحي قلت له يا سلمة انت حارفها يعني عالية مش هتروح يعني بتروحي مصري اه يعني انت هتستسلمي سلمة دي من نوعية ثورية اللي عندها نشاط بس طبعا ما تقدرش تتحرك فانا قلت له لانا طبعا عندي كشف معين في بنغازي في البنين فركبت ورحت راح على بنغازي طبعا من طريص صحراوي رديت حوالي 450 كيلو من طبرة لحد بنغازي فردت ومراحت رحت طبعا اول يوم وصلت قدام المحكمة لقيت باها هلل وهتفات فقلت عالية مش موجودة هنا مليش دور في المكان ده فتجهت للمحكمة طبعا عرفت بنفسي عالية كذا وعندي نشاط واحد اثنين ثلاثة فعندنا الدكتور محمد المنفي ده عن اول واحد شجعني بصراحة والاستاذ اسامة طبعا كان فيه ساعته شك في في اي واحد يجيلك من منطقة مش عارفة زي انتو مسلا في القاهرة يجيلك واحد من منطقة تاني فكانت انت سويليه التبديل مين مين اللي بعيدتها مرات طبور خامس يعني كان فيه شكوك اه شكوك اكيدة وبعدين انا لما قعدت معهم عرفت ان عندهم حق ان يشكو في اي واحد فانا عارفة ان الشكوك انت لما يبقى عندك وصفة ثقة في نفسك خلاص في مرحلة معينة هتنتيش شك فيك فقلت له مش مشكلة انا كنت عشتغل كمراسلة من منطقة تانية قلت له فعادت اول يوم تاني فبقيت لما تيجي حالة اشتهاد او كده اكتبها فالدكتور محمد يرى المقالة فيدخلت انا اول مقالة نزلتها طبعا لها تبيع الوطن كان على بيع السلاح والكلام ده كله كنت ببص للجوانب اللي انك انا كاتبها طبعا وبعمل كتاب ده في المراحلة الحالية ففي جوانب ممكن الناس بتحتكي على العدد المستشدين والمصابين انا كنت بكتب في حاجات تانية اللي هي النصائح طيب علي انا عايزة